خلينا سريعا نروح لي زاملنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي من مقر إقامة الفريق قبل ساعات قليلة جدا من انطلاقها زي مباراة الساعة السامنة مساءا عشان نتطمن من خلاله على كل الاستعدادات قبل مباراة اليوم يا فاروق مساء الخير كل التحية لك يا أمير وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة متابعي شاشة تقناتنا دي الأهلي في كل مكان والتحديد متابعي برنامج الترنت أهلا بك فاروق طمنا وطمنا كل جماهيري الأهلي على استعدادات الأهلي للمباراة طلاع الجيش النهاردة ويمكن البعض ممكن يقول لك يا مباراة ملهاش أي نوع من أنواع الأهمية دوري حسن في نفس الوقت بتلعب عناصر شبف في نفس الوقت عندك غيابات كتير وإصابات وكلام من ده لكن من المؤكد يا فاروق برضو أنها مباراة مهمة طمنا الأهلي بيلعب أي مباراة حتى المباراة الودية بالنسبة لنا بتبقى مهمة فبرضو عايزة أتكلم معك في الجزئية دي بس طمنا الأول على استعدادات الفريق يعني خلينا أقولك في البداية أمير أنت اختصرت الكلام عن هذه المرحلة قلت نقطتين في غاية الأهمية دي تحضيرات للموسم الجديد طبعا اللي هنطلق فيه 16 أكتوبر القادم وأيضا تقييم للوضع لقطاع كرة القدم بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين اللي أعتقد يعني ليهم كلنا ثقة طبعا في قراراتهم فديه فعلا بالفعل أمير مرحلة تقييم أيضا للوقوف على عناصر اللعبين الموجودين من قطاع الناشئين طبعا بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي باستكمال مباراة الدوري باللعيبة للناشئين هتقف على مستوى بعض اللعبين اللي تقدر يكونوا موجودين معك أيضا للسنة القادمة أو بعض اللعبين طبعا في السياسة اللي بيتبعها النادي الأهلي اللي يخرجوا أعراض للأندية الأخرى اللي بدأت تعرف في الفترة الأخيرة بعض العروض الأعراض اللي بتيجي للعبين فديه مرحلة مهمة جدا يا أمير لكن النقطة برضو الأهم أن النادي الأهلي كان مستر ريكاردو سواريش ما في كلامه مع اللعبين عايز يختم المرحلة دي بشكل كويس طالب من اللعبين يعني عقب التعادل السلبي كان أمام الإسماعيل قال فضل ثلاث مباريات كانت المباراة الماضية أمام أمبي ثم طالع الجيش ثم سيراميكا قال ثلاث مباراة مطالبين بتحقيق الانتصار عايزين نختم الموسم بشكل كويس طبعا أشاد باللعبين بعد الفوز على فريق أمبي فيه اللقاء الماضي بعد فيهن مقابل لشيء المباراة اللي وقبت على ملعب الأهلي ويه السلام عاقب المباراة طبعا مستر ريكاردو سواريش كان لي بعض الأمور والتصريحات اللي اتكلم فيها على ثقافة أو الأمور اللي جهة النادي الآلي أن النادي الآلي طبعا جماهيره وتبقى عايزة كل شيء وده أعتقد هو ده اللي ترابين عليها وتعود عليه جمهور النادي الآلي وقال للسنة الجاية أنا هجيب كل شيء لجماهير النادي الآلي استأنف الفريق طبعا أمير تدريباته على مدار اليومين الماضيين بالأمس كان المران الرئيسي والأخير قدى الفريق قبل الانطلاق المران عقد مستر ريكاردو سواريش محاضرة بالفيديو مع العابين نتكلم على فريق طلعا الجيش وأشاب بي وأشاب بي المدير الفاني كابتن طارق العاشر واحد من الفرق اللي عاملين أداء محترم خاصة في دور الثاني من الدوري مع وجود الكابتن طارق العاشر ده طلعا الجيش بنفس على المسكز الرابع الفاروق مع فيوتشير دلوقتي يعني عاملين مصب ممتاز بصراحة يعني خليني أشيد بهذا الأمر يا أمير في الظل برضو يعني الإمكانيات للأنديات الشركات والأنديات الأخرى فريق طلعا الجيش بهذه الإمكانيات والكابتن طارق العاشري والمسؤولين في طلعا الجيش أيمين بدور أكثر من رأي عمل انتفاضة عمل طفرة فريق طلعا الجيش وده بيزيد من صعوبة اللقاء حتى الأهل يا أمير خلاص لو الدوري حسم بيكفي أن النهاردة الدافع أو الحافز عند فريق طلعا الجيش أنه بيلعب النادي الآلي يتمنى حق نتيجة إيجابية أمام النادي الآلي ده أعتقد بيزيد من صعوبة اللقاء ودي الأمور اللي اتكلم عليها مستر ريكاردو سواريش مع اللعبين وطالبهم بتحقيق الانتصار عقب المحاضرة طبعا انطلق المراني اللي اجتمل على بعض الجوانب البدنية والجوانب الخططية اللي مستر ريكاردو سواريش بيطالب اللعبة أنهما ينفذوها في المباراة النهاردة طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق النهاردة طبعا يوم النادي الآلي أمير كان تناول لعبون وجبة الافطار في تمام الساعة العاشرة صباحا ثم وجبة الغداء كانت في تمام الساعة الثانية بعد قليلة تكون المحاضرة الفنية المستر ريكاردو سواريش طبعا اللي هيكلم على آخر الأمور أو بعض الأمور من خلالها بيعلن التشكيل وبعض التعليمات اللي اللعبين إن شاء الله في هذه المحاضرة ونتمنى إن شاء الله أنها تكلل النهاردة اليوم بالانتصار بإذن الله والفوز على فريق طلاع الجيش في المباراة التي تقام على استهاد الكليات الحربية في تمام الساعة الثانية بإذن الله بإذن الله يا فروعيزي تطمن برضو على حالة اللعبين للمباراة دي خصوصا بعد الانتصار الأخير على أمبي فوز كان مهم بعيد عن حتة الأداء برضو وكلام من ده لكن في نفس الوقت انتصار المعناوي بالنسبة لعناصر الشابة اللي بتلعب خلال المرحلة الحالية فده بيكسبهم مزيد من السقة في أنفسهم وفي إمكانياتهم اوصف لي الحالة المعنوية بالنسبة لعناصر الشابة بالتحديد قبل مباراة اليوم يعني النقطة اللي انت أثرتها دي أمير في غاية الأهمية وخليني أخدها بس في شقين يعني الشق الأول انت كلمت على مصطفى شبهير وعلي لطفي وحمز علاء وبتكلم على الروح المعنوية خليني أقولك أن النقطة مهمة جدا وده من النقاط طبعا اللي بتميز مش أقول قط اللبس في الناد لالي اللي بتميز الناد لالي على مدار تاريخه دايما أول مكالمة أو اتصال وتشجيع لعلي لطفي أو لمصطفى شبير في المرات الأخيرة بيجي من محمد دل شناوي محمد دل شناوي كابتن الناد لالي وأعتقد اللي بيلعب في نفس المركز مع علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء هو اللي بيشيد وبيبدي الدفعة قوية جدا للعبين بيدي دفعة قوية للحراس المرمى بالتحديد وأعتقد دي نقطة مهمة جدا وده قيمة كابتن كبير بقيمة الكابتن محمد دل شناوي يعني عارف أن أمور المعنوية دي تفرق طبعا مع علي لطفي تفرق مع مصطفى شبير دي نقطة كانت مهمة جدا نحن نبرزها نقولها للجمهير يا أمير ندور محمد الشناوي مع اللعبين ويقشاته دايما بمصطفى شبير وعلي لطفي الشقة الثانية أمير اللعبة للناشئين وخلينا أقول لك نحن في الوقت اللي نتكلم فيه على اللعبة للناشئين ارتفاع روح معنوية بشكل كبير جدا في ظل اعتماد الجهاز الفني عليهم ظهور بعض اللعبين وبدأ أن بعض العروض الأندية أنها تستقطب اللعبين لكن في الوقت اللي أنا بكلمك فيه أيضا يا أمير وده ونحن بنتكلم برضو على قطاع الناشئين لو تسمح لي أني خلاص الكابتن محمد وقاب المدير الفني المتخب مصر الناشئين موليد 2006 اللي بيخود بطول الكأس العرب في الجزائر النهاردة أعلن التشكيل منذ لحظات المباراة يكون في تمام الساعة السادسة لمباراة الجولة الثانية أمام منتخب لبنان التشكيل بيتكاوب بفيه أربع لعبين من العناصر لقطاع الناشئين في النادي الأهلي سواء أحمد عبدين يوسف إسلام عمر رساد معوض وابراهيم عادل طبعا كان حقق انتصار في المباراة الأولى على السعودية بثلاثة هدف أحرز منه مبراهيم عادل هدف الفريق بيضم سبع لعبين من قطاع الناشئين في النادي الأهلي وده أمير اللي بنتكلم عليها في إطار قطاع الناشئين في النادي الأهلي طبعا نتمنى التوفيق للكابتن محمد وابا النهاردة ويحق انتصاره الثاني على فريق لبنان نفس الأمر يا أمير لعيبة الناشئين اللي موجودة هنا بتتابع مع اللعيبة الناشئين اللي موجودين في المنتخب الحوافز الرابط اللي ما بينهم دي أمور مهمة جدا نروح مع نوية مختلفة جدا عند اللعبين عايزين يثبتوا كفائتهم عايزين يثبتوا الفرصة ويستغلوا الفرصة اللي أتيحت ليهم من خلال الجاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي للأهلي خلال المرحلة الحالية والمقبلة بإذن الله اللي حتشهد عدد كبير جدا من الأخبار بإذن الله تكون سعيدة للنادي الأهلي فاروق أنا أشكرك شكرا جزيلا زي مننا العزيز المكتهد جدا والمميز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي كان معنا من مقر إقامة الفريق قبل ساعة قليلة من انطلاق مباراة اليوم الهمة أمام طلاق على الجيش